كون الإنسان يتولد قصة الأعظماء مرغباً لازم يكون على الأقل عظيم فجيل الأعظماء رباه جمهور جميل مش هو اللي رباه جمهور وفي نفس الوقت الجمهور استطاع أن يجعل الفنان كل فنان يتفرض بما يقدمه ويأخذ مكانته في جنب ما لوجعه بمكانة اللي جنبه فعلى سبيل المثال عبدالوهاب عبدالوهاب فيه قبل منه سيد درويش قبل منه سيد درويش كان ليدور في نهضة الموسيقى المصرية مش التركية أو اللي هي خليط ما بين تركيا على 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 استطاع سيد درويش أن يحط الخطوط الأولى ويأتي عبدالوهاب بإضافته وكلمة إضافة مهم لأن من يريد أن يتواجد يضيف إضافة مش يبقى كوبي مش يبقى نسخة مش يبقى أموم السنسخ فجي عبدالوهاب بإضافة فيه زاوية جي زكريا أحمد رياض الصنباطي محمود الشيء إيه الأعلام دول كله كل هؤلاء العظماء لما تولد فصيهم شيء مش هقول بني آدم يتحول هذا شيء إلى آدمي أو إلى بني آدم ويبص حواليه لا يمكن يغسر على أن يخش فصيهم إلا إذا كان بيسمحوله لأنه هم أريهم في حاجة مش هو أعرف نفسه فلما بيخش فصيهم ويتحول من معجب إلى زميل إلى صديق هو ده جيل العظماء اللي بتولد فيه إنما حنط وقفز وروح ناحية تانية لما يتولد جيل يسمي نفسه عظيم في غفلة من الزمن وفي غفلة من الجماهير مع أن صاحب الألقاب والجمهور هو اللي قال عن عبدالوهاب مطرب الملوك والأمراء هو اللي قال على مكلسوم كوكب الشرق هو اللي قال على أب حليم العندريب الأصمر هو اللي كان بيسمي عندما يسمي يسمي وهو بص فوق لأن القمة فوق إلى أن وصلنا إلى القمة تحت إزاي أبص كده وأقول عليها قمة يبقى أول الخلل ليه؟ لأنا أنا اللي بكلم عبدالوهاب أمو كوكب أمو كوكب عبدالحليم فريد نجاة فيد ورد دي دي على أن تستفهم فلان ففلان ظهر وتقدم لللغنة ورفض وما أن اكتفى كل العظماء مش اختفوا اسما جسدا ولكن هم عظماء فوق فما عملناش حساب أن القادم المرفوض حيبقى قمة فأصبحت قمة في مستوى العين ترجمة نانسي قنقر